وخلال تواجده في العاصمة مدريد دعت الجالية الهندسية وفدى مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وجمعية هذه هي البحرين إلى معبد جياتا أشرام وبهذه المناسبة قام العاملون في المعبد احتفالية ترحيبا بممثلي الأديان في البحرين وأشاد بتجربة البحرين في احتضان مختلف الديانات وحماية وصون حريتها مثمنين جهود مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وهذه هي البحرين المتمثلة في نشر رسالة المحبة والسلام والتسامح حول العالم كما استمع الوفد البحريني لا شرح مفصل حول تاريخ انخراط الجالية الهندوسية في المجتمع الأسباني وصولا إلى تأسيس هذا المعبد عام 2009 والذي يعد مركز تجمع الجالية الهندوسية في العاصمة مدريد التواجد هنا بالنسبة لي مثير للمشاعر وأنا سعيد جدا لكوني موجود هنا وبعد مشاهدة هذا المعبد تغمرني السعادة لدرجة العقاد لساني من الجميل جدا أن يكون هناك تجمع لجميع الديانات والعالم يجب أن يعتبر من ذلك خصوصا وأن هذا موجود في مدريد